بعث وزير الداخلية محمود توفيق ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وقال وزير الداخلية في برقيته أننا نستلهم من صاحب الذكرى العطرة والقدوة والأسوة الحسنة في بناء الدولة على أسس العمل والاكتهاد ونستقيم رسالته المبادئ الإنسانية الرفيعة في الود والتراحم داعينا الله أن يبارك جهود الرئيس السيسي المخلصة من أجل رفعة وطننا والدفاع عن ثوابت أمتنا العربية كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة لرئيس المجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ورئيس المجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ورئيس المجلس الوزراء مصطفى مدبولي وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزر الشريف أحمد الطيب والقائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد سقرة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد فتحي خليفة ووزير الأقاف أسامة الأزهري ومفتي الديار المصرية نظير عياد كما أكد فيها أن هذه المناسبة الكريمة نستلهم منها الإرادة الصادقة للوفاء برسالتنا السامية لتقيق الأمن والاستقرار